بصوا اهو بنقلب اللحمة المفرومة بالشكل ده مع البصلايا وببدأ برضو ابهارة بنفس البهارات فلفل سود ملح وجسط طيب اهو شوية فلفل سود جسط طيب وملح هقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض كده تمام بالنسبالي البشامال برضو بصوا القوان بتاعه حلو جدا وكريمي جدا وناعم بصوا شايفين القوان بتاعه حلو قوي فضله يعني ديقتين بالزبط اول ما هيبتدي يغلي كده هبدأ ان انا اطفي عليه طب تعالوا بقى في الوقت ده هنجهز الزعتر بقى وجبنا على جنب كده وتعالوا نجهز البطاطس البطاطس انا سلقاها زي ما اتفقنا او لو انتوا هتعملوها حلقات هتشتغلوا بيها زي ما قلت لكم نص سلقة هتسلقوا الحلقات نص سلقة او هتحمروها نص تحميل تمام طيب انا اشتغلت بيها مهروسة مسلوقة او مهروسة هنعمل ايه هنقوم جايبين بس اللي انا هشتغل فيه كده البيريكس او الحاجة اللي انا هنبدأ نفرد فيه دي البيريكس المدور اسلين بعد اسلين او انا هجيبه من هنا اهو طلعلكو تاني استنى انا جيت يلا بينا يلا بينا نحط بقى البطاطس وهنجيب كده مغرفة نحط فيها دي شوية دي مغرفة اسلين من مغرفة عندك هحط بقى شوية بشاميل كده على البطاطس هحط شوية بشاميل على البطاطس بالشكل ده وابدأ اقلب البطاطس مع البشاميل اناعم خالص الكلام ده شوية البشاميل دول هقلب بيهم كده البطاطس عايز اناعم البطاطس خالص خليها نعمة تماما لما افردها تبقى بتتفرد بسهولة معي اشوف لو محتاجة تاني هعمل كده انا هرفع بس العصاج عشان ما يتحرقش هابدأ كده اقلب في البطاطس اخليها نعمة خالص لو احتاجت حسيت ان انا هي محتاجة شوية بشاميل عشان تنعمها اكتر هعمل كده اقلب بس كويس ونشوف هاو بصوا بناعم بقى كل البطاطس بالشكل ده هحط شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية جوز تطيب هما التلت بهارات دول اللي سابتين معايا شوية فلفل اسود شاكتر بقى الملح قوي هحط رشة بسيطة لان احنا حاطين ملح في البشاميل وحاطين ملح كمان في العصاج رشة جوز تطيب جوز تطيب بتبقى حلوة قوي مع البطاطس طمعا في المغرفة انت اسلم سواء هنبدأ كده ايه نقلب كده كل الكلام ده شكرا ناخد شوية بشاميل خلاص كده هتبقى جاهزة معايا حطيت ملح وفلفل وجوز تطيب وشوية بشاميل خلاص نعمت بقى الخليط عندي خالص بالشكل اللي انت شايفينه ده زي الفل كده وهبدأ اجيب البايريكس اللي انا هشتغل فيه او السناء اللي انا هشتغل فيها هحط فيها شوية بشاميل كده من تحت هفرد المقدار كده عندي بسيط من البشاميل مش كتير وهبدأ احط نص المقدار اللي انت شايفينه ده هنا اهو وابدأ بقى ايه افردهم كده او ممكن على فكرة تخلوا اللحمة المفرومة من تحت طبقة واحدة وتقوموا مازاش عاملينها طبقات يا ممكن تعملوا كده وممكن تعملوا كده هبدأ بقى افرد بالراحة كده بالشكل ده اهو هعمل طبقة هنعم خالص الطبقة دي بشوية البشاميل لان انا هحطاهم اهو مصوا تفردوا بالشكل ده او زي ما قلتلكم ممكن تحطوا اللحمة المفرومة من تحت ومتعملوش طبقات لو انتو حابين يعني تبقى طبقة واحدة اهو بالشكل ده كده اوزع كده البطاطس كلها كده تمام قوي حدى بقى ايه هحط العصاك بتاعي اهو بالشكل ده كده واوزعه على البطاطس بالشكل ده كده اوزع كل الكلام ده كده على البطاطس من فوق وابدأ احط الطبقة التاني اهو بصوا اللحمة المفرومة هتلزق بقى في البطاطس كده هتبقى عاملة طبقة كده في النص حابين تحطوا شوية جبنة تمام يعني حابين تكملوا كده برضو تمام برحتك خالص انا كده تمام دخلت الحشو كده بالشكل ده هحط شوية من البشامال شوية بساط كده خالص افرد عليهم البطاطس وهبدأ احط الطبقة التانية من البطاطس خطها كده وبعدين ايه نبدأ نفردها بالراحة تاخد معاك وقت شوية في الفرد بس يعني ايه عشان كده قلتلكم لو حابين تحطوا اللحمة المفرومة كلها مرة واحدة وعليها البطاطس تمام اهي بالراحة بصوا خالص هتتفرد كله هتبقى تمام جدا اهو بابدأ كده افرد بالشكل ده هحاول اقفل كده البطاطس بالشكل ان شايفينه ده لو حاسين اللي هي ناشفة شوية تقدروا انتو تحطوا شوية بشامال تساعد ان هي تفرد معاكو كده كده احنا هنحط كمان بشامال نفلوش فايه هحط معلقة كده تفرد معانا اكتر اهو تمام كده نقفل كل الكلام ده كده اوزع البطاطس طبعا حابين تحطوا بقى بايركس اكبر حابين تعملوا حجم عائلي اكتر من ده براحتكو خالص هقفل كده البطاطس كلها بالشكل ده هاخد منديل انظف البايركس ونبدأ نحط بقى ايه شوية البشامال فوق الوش والجبنة نحط بقى شوية البشامال كده فوق الوش اهو هوزع البشامال بقيت البشامال عندي طبعا لو في ايه بشامال متبقي عندي انا بعمل وصفة وفيه شوية بشامال متبقيين بادخله الفريزر وباستخدمه في ايه وصفة تانية عادي خالص ايه برضو من الحاجات اللي برضو بتنفع جدا بصراحة في الزناقات لو عندكو بيقى شوية بشامال كده بيتحط مثلا معاهم مكارونا معاهم اي حاجة كده متقطعة ممكن بواقي فراخ تمام بواقي لحمة تمام لحمة مفرومة شوية لحمة مفرومة متعصجة في الفريزر كل ده بيبقى زي الفل معنا يلا بينا نبدأ بقى ايه هنرش شوية جبنة ودي اختياري طبعا زي ما قلتلكو حابين تعملوها تمام مش حابين تقدروا ان انتو تستغنوا عن التفصيلة دي ممكن تكسروا بيضة ممكن تحطوا شوية بقسمات في كزا حاجة قولنا نحمر بيها الوش لو انتو حابين كزا فكرة اهو هبدأ كده وهرش عليها شوية زعتر اهو تمام كده قول تعالوا بقى اندخلها الفرن ما بتاخدش وقت خالص لان كل اللي فيها مستوي يدوب بس جبنة هتسيح والبشامال كده هيدخل مع البطاطس والدنيا هتبقى تمام جبنة اهو